السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله والأخوان وبإياكم إن شاء الله بإذن الله نحن مازلنا نستكمل سلسلة كورس الفي سي بي في يومير سرتيفايد بوفيشنال نبدأ على بركة الله نحن اليوم بنتكلم حموضوع الفي سفير فييموشن موضوع صغير جدا what you need for فييموشن بس نرجع هنا الشكل ده أولا عندك مجموعة من الشروط عشان تستفيد انت من الفي موشن نفسي لازم تكون منزل الفيرج والسنتر ولازم عندك يكون اتنين at least ESXi host ده واحد وده اتنين أنا اش بستفيد لما بستخدم ميزة الفي موشن الفي موشن بتسمح لي ان اعمل عملية نقل أو موف أو افاكواشن للفيرج والماشين من ESXi host 1 الي CESXi host 2 وشرط انه يكون عندي network storage وتكون متواقدة على مستوى network storage يعني عنده عندي ده عبارة عن ESXi host وعندي هنا ESXi host كمان أنا شرط أنه يكون عندي هنا network storage ونازل عليه الVM يعني كده دي VM ودي عبارة عن VM بس يكون running الVM من على ال ESX لو حصلت عملية failure لل ESX ده بيتم ترحيل الرن إلى ESX2 بالشكل ده انت ليش ما تحتاج الVMotion عشان تعمل load balancing أو ما يسمى بالDRS وعشان تستفيد من distributed power management أو distribution power management وبتستفيد من المانتنانس وفي حالة كان عندك upgrade أو hardware maintenance بيحصل عملية نقل في حالة إنه ده حصلت له failure أو واقع under hardware maintenance فبتم ترحيل الVM زي ما تشوف عندك في الصورة لل ESX الآخر لغاية ما يتم مصلاح المشكلة هنا بغض النظر عن نوع المشكلة ده المفهوم العام الخاص بالVMotion VMotion Requirement أولاً من ضمن المطلبات وعبارة عن الليسن لازم يكون Essential Plus أو Standard أو Enterprise أو Enterprise Plus وإذا كان لسن غير هذه الأنواع من الليسنس أنت بتحتاج تشتري لسن خاص بتقنية الVMotion لازم يكون عندك shared storage زي ما تكلمنا من قبل على الACX ويكون متشير على الاتنين الACX host أكان iSCSI أو favorite channel أو NFS لازم تكون ميزة الVMotion Enable أو محملة على الفيرجوال نيك وميزة الVMotion بتشتغل على الStandard Switch الVSS and Distributed Fairجوال Switch إضافة إلى موضوع CPU Compatability أو ممكن أن تستخدم ميزة AVC اللي عبارة عن Enhanced VMotion Compatability لازم يكون من عائلة واحدة المعالج عشان تقدر ترن فيه وتشتغل فيه الVMotion بتبدو بالشكل ده ده عبارة عن setting الخاصة بالVMotion تعالوا نشوف من القانب العملي طيب نحن تكلمنا بالفيديو اللي قبل لما نعملنا الكلسترس نحن اليوم محتاجين نعمل VMotion فأول شيء وإنه نتأكد من الليسن الخاص فيه فدي عندك ESX Host 1 فعندي VMware vSphere Essential Plus وانا عندي هنا كمان لو رحنا على السمري VMware vSphere Essential Plus إضافة عندي المعالج Intel Core i7 3632 وهنا نفس العائلة شوفت إذن عندي أنا مواصفات مشتركة وعندك هنا Processor Socket 1 وعندك Core Pure Socket 3 ونفس الشيء كمان هنا إذن أنا عندي مواصفات مشتركة فبحتاجش ل AVC لإنهانسين VMotion Compatibility ما بحتاجش لها الشيء الثاني إنه لازم أروح على الـ Network Configuration وعمل Enable خاصية VMotion ونحن تكلمنا من قبل إنه VMotion بيكون لها IP Address وده بتدخل من ضمن VM Kernel يعني ما بلعبش بدأ عشان دخص بالفرج والماشين بلعب بال Management Network وبعمل Edit شوفت إنه مكتوب VMotion بعطيله Enable وباقول له OK PS وهنا VMotion بتتغير من Disable صارت Enable الشيء الثاني إنه لازم يكون بال-ESX عندي Management Network Interface بنفس الاسم ومحفزة فيه خاصية VMotion وده الشرط الثاني نطلع ال-ESX2 Host ونروح على Configuration ونطلع على Properties ونطلع إلى هنا Edit ونعطيه كمان Enable ونقول له OK وكده تكون VMotion تغيرت من Disable إلى Enable نقول له Close نحن بالشكل ده زي ما تشوف عندك عملنا Setting الخاصة بنقل بفارج والماشين بفارج والماشين فائدة VMotion لما شفنا بالسلايد أنه بتقول أنا بستفيد منه لما بتكون الفارج والماشين running يعني لما بتكون الفارج والماشين شغالة بتشتغل معه أو فائدة VMotion فأنا قبل ما بدأ بتكلم بس على موضوع الكمباتبلتي الخاص بالسي بيو عشان تشوف ده الشي أنت ممكن ترايت على ماي كالستر وتروح على Edit Setting وهنا لو بتلاحظ VMWare EVC Enhanced VMotion Compatibility فأنا عاملها Disable ليش عامل Disable عشان عندي بالاتنين ESX نفس الSpecifications الخاصة بالبروسيسور فلو رح تشينج EVC Mode أنا عاملها Disable فممكن لو كانت بستعمل معالجات AMD فبعمل Enable وأنا بشوف compatible مع أي Generation شفت فلازم يكون من العائلة دي فلازم تتبع الSpecifications دي والكلام ده ولو كان من Intel وتفتح وعندك نواة محددة من Generation هنا لازم تتبع عليها وتشتغل عليها شفت على سبيل المثال Xeon Core I7 وعندك Xeon 32 Nm Core I7 دي عبارة عن مجموعة من Generation اللي لازم تشتغل فيها ولازم تكون متبعة بس أنا مش دا يضل من ضمن مهامك انو ما بتشتري servers والسيرفرز دي بترن على virtualization الخاصة بVMware أو حتى في Citrix زيان server فلازم يكون جميع السيرفرز تحتوي على نفس المواصفات مش مشكلة في الرام أعلى أهم شي ك First priority هو عبارة عن البروسيسور فهي بتشتغل مع virtual machine تكون running فأنا برن في الأول virtual machine دي فبراية تكليك عليها power power on من هنا أو ممكن select وعمل power on وكذا virtual machine تعمل start وكذا كملت وصارت start فعشان أعمل immigration أنا لو حب عرف الآن حاليا virtual machine دي متواقدة على مستوى أي server فبطلع على server دا مثلا الhost وباروه على tab اللي اسمه VMs فهام في شو متواقدة فيه إذن هي متواقدة على server اللي بينتهي 150 ودي هي running شفت بالشكل دا طيب حلو عشان بعمل immigration براية تكليك باليمين وبلاحظ هنا مكتوب immigrate وهو عبارة عن vmotion وكليك وده بيطلع اثنين خيارات الخيار الاول change host بمعنى بيعمل عملية move virtual machine to other host وهنا move virtual machine storage to other data store هنا بيعمل لنقل ال vm كاملة وهنا بيعمل لنقل فقط لل data store الى data store اخر ده لنا موضوع فيه خاص فنعمل next هنا بيسألنا بيقول لي اختار لأي host تحب تمو المشين احنا شفنا انه واقعة على الشي ده فلو بتلاحظ هنا موضوع ال compatibility الخاص بال avc ال enhanced in the motion compatibility فهو compatible فإذا بتلاحظ هنا validation success يعني compatible فانا بنقله من 150 الى tree نعمل next ال PRT طبعا هيا PRT مش standard PRT عشان يشوف حاليا يعني النقل ده عبارة عن summary سريع وتعمل ok طبعا تواني بسيطة وبتحصل عملية النقل ونتأكد الان نطلع الى هنا ونروح على ال vms شفت صارت ال windows فين صار صار هنا ولو طلعت الى هنا صارت مش موجودة شفت بدون ما تطفق بدون ما فقط connection بدون اي شيء نقرب ونبنق عليها نكتب بنق 192.168.1 .150 minus t ده بنق لا متناهي loop من البنق يلا ونمو ال vm اجين دي right click migration next فبنعمل نقل من هنا الى هنا next وهي priority وفنش ونرجع بس كده بسرعة ونشوف البنجا no zero downtime يعني حصلت عملية النقل او الميجريشن بدون ونشوف اي فقدان للفرج والماشين لو نرقع الان نحن الى السيرفر ده صارت عملية نقل للنظام هدي كانت عبارة عن فقرة سريعة تكلمنا في بي حول آلية وتنفيذ ال vmotion ومفهوم ال vmotion وال vmotion requirement وال vmotion compatibility الى هنا كان معكم اخوكم ولا عصام شكركم على حسن الاستماع وطيب الله وقاتكم شكرا جزيلا شكرا جزيلا